شهدت محافظة الأكسر ختم فعاليات المهرجان القومي للتحطيب وتعد هذه الدورة استثنائية للمهرجان الذي عاد بعد توقف دام لمدة عامين شهدت صاحة أبو الحجاج في الأكسر فعاليات ختم المهرجان القومي للتحطيب في دورته الثانية عشر تعد هذه الدورة من المهرجان دورة استثنائية حيث يعود بعد توقف دام لعامين بمشاركة ملوك التحطيب من مختلف قرى ونجوع الأكسر أي مكان بيحب يعمل دعاية وترويج ليه بيختار له هوية طبعاً من كل الهوية الفنية لمحافظة الأسور واضحة غير متكررة في أي دولة وأي محافظة أقرى لما هتيجي يشوف فن صعيدي هيلقيه فن مختلف مش هيلقيه في أي مكان آخر مهرجان التحطيب من المهرجانات المهمة جداً اللي بتقيمها وزارة الثقافة من خلال الهية العامة للأسور الثقافة الإدارة المركزية للشؤون الفنية مهرجان أسسه راحل الكبير أستاذنا وأستاذ الإخراج في مصر وأستاذ عبد الرحمن الشفعي من المهرجانات المهمة اللي بتقدمها هيئة أسول الثقافة لما له من قيمة عالية على مستوى الوطن لعبة التحطيب لعبة مهمة جداً بتكلم عن الفتوة والرجولة والشباب وجدت على مقابر بني حسن المقابر الفرعانية في محافظة المينيا يعيد مهرجان التحطيب الذي يقام كل عام في محافظة الأقصر أحياء للعبة التحطيب التاريخية التي تعد أبرز ملامح جنوب الصعيد والتي يعتبرها الشيوخ وملوك اللعبة لعبة للرجال فقط فهي اللعبة التي يمارسها الرجال دون غيرهم من النساء في مدن وقرى محافظات الصعيد حيث أنه على أنغام المزمار المبهجة والأغاني التراثية الصعيدية يتجمع نجوم لعبة التحطيب في حلقات وساحات التحطيب في مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام وذلك لتقديم حلقات التحطيب مشاركتنا في مهرجان التحطيب ده بداية من وقت ما بدأنا من حوالي عن ملاش السنة أو تلاش السنة وحنا نحضر المهرجان ده هنا في الأكسر لتنشيط عملية السياحة والرفب من مستوائي ده تشجيع لبلدنا وتشجيع للسياحة وحنا لازم نشجع بلدنا على السياحة والعلى الظهار وعلى النمو وحنا هنا لعيبة من جميع المحافظات محافظة المينيا وقينة وصهاج والأكسر جميع المحافظات هنا مشاركة في مهرجان التحطيب مهرجان التحطيب ده ممثل نحية يعني حاجة البلدنا حية مشرفة أنا دي 12 سنة في المهرجان هنا مهرجان هنا نعملوه ومن السنة 15 سنة في العصايا والمهرجان اللعب للتحديد العصايا دي حبه منذ الصغر علمنا المرحومة وبي الله يرحمه مسكة العصايا ولعب العصايا وبعدين لعبة العصايا دي ملعباش غير الفتوات كانت زمان دلوقتي فيه تساول وفيه مودة وفيه خاء لكن الأول كانت الدربة دربة ويتجمع شيوخ ولعبي تحطيب التراث الأشهر في الصعيد ويتم إجراء المباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع